الإرهاب بدأت في حمص مرحلة جديدة قائمة على الإنماء والإعمار أكثر من 200 متطوع ومتطوعة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بذلوا جهودا مميزة لإعادة تأهيل وتخديم حديقة طريق الشام التي عانت الكثير جراء الاعتداءات الإرهابية لوحات جمالية رائعة ظهرت فيها الكثير من الإبداعات الفنية بالإضافة إلى شلالات ومسطحات مائية من بينها لوحة ضخمة تمثل خريطة سوريا بالياسمين وشخصيات كرتونية محل الأشجار المحترقة نحن هنا مطوعين بالـ UNDP نعم نشتغل بإعادة تدوير أنقاض ونعمل شغلات حلوية وهنا الصبايا نشتغلون من كافة الإختصاصات يعني ما فيه إختصاص وكلهم حاب نضيفه شيء حلو بالحديقة ونشتغل زين الأطاريف بشغلات مجسمات بسيطة وحلوية كذلك أنهى الدائرة الإنارة العامة في مجلس مدينة حمص تنفيذ المشروع الثاني لإنارة بعض الشوارع بالطاقة الشمسية المقدمة من المنظمة الدولية UNDP وتكمن أهميته في توفير مئات الآلاف من فواتير الكهرباء والوقود مشروع الطاقة الشمسية قمنا بمجلس المدينة بالتعاون مع مكتب الـ UNDP مشكورين بإنارة طريق دمشق من دوار السيد الرئيس حتى مركز المدينة وشارع القوات لي وشارع الحميدية طبعاً هنا مركز مدينة وشارع حيوي جداً الهدف من المشروع هو الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية والاستعادة عنها بمصادر طاقة نظيفة ومجانية إعادة إعمار النفوس ولم شمل أهالي حمص في واحدة من أكبر الحدائق فيها هو الهدف السامي لهذا المشروع الذي سيزيد من ألق وجمال هذه المدينة من حديقة طريق الشام في حمص شيرين العلي الأخبارية السورية اشتركوا في القناة